السلام عليكم ورحبا بكم إن شاء الله تكونوا بألف خير رأنا في الدرس العاشر التحويل إلى كسور عشورية درستها اليوم ساهل ماهل تبع معي مليح تمنى تكون شفت الدرس كامل من المقدمة وارواح بيش تفهم مليح الأعداد العشورية وتكون عندك بعض المليحة وإي تمرين يجيك تقدر تحلو صح تبع معي مليح كيفاش نحوله قدرنا الآن إلى كسور عشورية ساهلا مهلا صح أول حاجة رح نعتمدوا على التحويل هذا على ثلاث مراحل مرحلة اللولة تبع معي مليح رح نحلو الأمثلة هذي راي ساهلا مهلا مرحلة اللولة واش ندير نكتبه خط الكسر تبع معي مليح نكتبه خط الكسر ونكتبه واحد اللي هنا هذه المرحلة اللولة درناها لمرحلة الثانية العدد هذا نعود نكتبه كي ما راهو اللي هنا يعني اللي هنا نكتب ألف و اثنين بلا الفاصلة ركز معاي المضيح الفاصلة ما تكتبهاش خلاص رح نحولوه إلى كسر عشوري نهزوه كما رحو نكتب 오لي التحت اللي هنا رح نزيد أصفار اللي هنا قده رح نزيد نحسب قده عندي العدد وورا الفاصلة عندي واحد زوج يعني رح ندير اللي هنا قده ندير الصفر الصفر يعني عندي زوج رقام أمر الفاصلة الهنا وش ندير زوج أصفار تفاهمنا فيها هذي تفاهمنا نحلو المثال هذا قلنا للمرحلة الأولى نرسم خط الكسر ونكتب واحد. يعني درت لهنة خط الكسر ونكتب واحد. سيبه. المرحلة الثانية العدد هذا كامل نعود نكتبه اللهنة. نعود نكتبه كامل. بلا الفاصيلة طبعا. 166 نزيد نكتب 66. هذه ما درتش الفاصيلة. سهلة مهلة. نورمال. قلنا اللهنة وش نزيد. نشوف الاعداد اللي عندي ورا الفاصيلة. واحد زوج. وش رح ندير اللهنة نزيد زوج أصفار. تاهمنا فيها هذه. تاهمنا. ما عندنا حتى مشكلة. هنروحوا اللهنة للسؤال الثالث. نفس العمالية. اول حاجة. نرسم الخط التاعية ونكتب واحد. ثاني حاجة. نهزو كما راهو ونكتبه اللهنة. 33. 02. ما كانش الفاصيلة اللهنة. ثالث حاجة. نحسب عدد الأرقام اللي ورا الفاصيلة. عندي واحد زوج. ما عندنا ندير زوج أصفار. واحد زوج. سيبه. سيبه. نزيده الروح لهذا. نرسم خط الكسر. نكتب واحد. نهز هذا كما راهو نكتبه اللهنة. 00. ثنين. اللي هو العدد هذك يقولك قرأه اللي هو شي واهو ثنين. صفر أصفار هذي ما عندنا حتى معنا منا. يعني عندي ثنين على. نحسب. واحد زوج. العدد اللي ورا الفاصيلة عندي زوج. ما عندنا نزيد زوج أصفار. صفر. صفر. تاهمين. ما تاهمين. صحة. نجيو اللهنة. نفس العمالية. ندير الخط التاعي. نكتب واحد. صحة. أنا العدد هذا نعود نكتبه اللهن كما راهو. صفر. صحة. 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 نكتبه بلا الفاصيلة. نحسب واحد زوج. كده العدد عندي ورا الفاصيلة عندي زوج. ما عندنا نضير زوج أصفار. تاهمنا. تاهمنا. العدد هذا وشي هو. هو 99. الصفر هذا ما عنده احتم. يعني هذا 99 على 100. تاهمنا. تاهمنا. صحة. نزيد ونجيو اللهنة. العدد هذا نكتبه كما راهو اللهن. صحي. عندي صفر صفر صفر. نديره خط اللي نكتبه الواحد اللي هي المرحلة الأولى هنا نحسب قدها السفر عندي وراء الفاصلة عندي 1 زوج 3 ربعة عندي ربعة رقام عندي ربعة صفار لهم 1 زوج 3 ربعة إجابة صحيحة نديره هنا بنفس العملية نديره خط الكسر نكتبه 1 العزد هذا نكتبه كما راهوا لهن اللي هي المرحلة الثانية 1 0 1 0 نحسب قدها عندي الرقم وراء الفاصلة عندي 1 2 عندي زوج مع طاح ندير زوج صفار 1 زوج عندك تديلي عشر هنا عرامي 100 كنت تشوف اللي هنا فاصل عشر جيت كتب عشر هنا عها تغلج تطبق القاعدة بحذافيرها ماتفلسفش صح نجيبه الهنة واش نديره نرسم الخط التاعي نكتبه 1 اللي هنا هذا نهزه كما راه ونحطه لهن عندي 66 0 3 صحيحة وكان نحسب قدها العزد عندي وراء الفاصلة عندي 1 زوج يعني 1 زوج سيبه سيبه تفاهمنا نجيبه اللي هنا نرسم الخط نكتبه 1 صحيح واش ندير العزد التاعي هذا كامل نكتبه اللي هنا 255 1 صحيح 2551 نكتب الأصفار قداش نكتب الأصفار اللي هنا نحسب قدها عندي الرقم وراء الفاصلة عندي 1 يعني 2 نكتب صفر عندي رقم واحد وراء الفاصلة يعني 2 ندير صفر واحد نجيبه لهذا الرقم واش رح نديره لوحنا نكتبه أول حاجة خط الكسر ونكتبه 1 وبعد نهزه هذا كما راه ونكتبه اللي هنا واش نكتب؟ نكتب الأصفار التاعي عادي إذا تلفت لي ولا نكتبها من نورمال ها نكتبت الأصفار التاعي الأصفار هذو كتبتها معادي بعد نكتب 31 هذا الرقم واش يتقرأ؟ يتقرأ 31 على قداش؟ قدار رح نكتب الصفر اللي هنا نحسب قدها الرقم عندي وراء الفاصلة 1 زوج 3 4 5 6 ستة رقم يعني هي ندير 6 أصفار اللي هنا 1 زوج 3 4 5 6 حليتها صحيحة نجيو لهذه بنفس الطريقة نرسم خط الكسر نكتب واحد اللي هنا هذا نهزه كما راه نكتبه اللي هنا واش نكتبه اللي هنا يعني؟ نكتب هذا الرقم كما راه هو هكا سيبه الأصفار قدارنا نحسب قدها الرقم عندي وراء الفاصلة 1 زوج 3 4 نكتب 1 زوج 3 4 سيبه سيبه تاهمنا نجيو لهذا المثال المقبل الأخير نفس الشي نكتبه اللي هنا نفس الرقم ندير السع 1 نكتب هذا الرقم اللي هنا طبعا بلا فاصلة اللي هنا نشوف كده عندي الرقم وراء الفاصلة 1 زوج متاح ندير هنا زوج أصفار نجيو المثال الأخير واش نديره في المثال الأخير؟ نكتبه كما راه هو مئة ألف وواحد نديره الواحد نديره الواحد نديره الواحد صحة قدها ندير السفر اللي هنا نحسب قدها عندي الرقم وراء الفاصلة 1 زوج 3 معتراح ندير 3 أصفار 1 زوج 3 حتى نحلنا الأمثلة بطريقة صحيحة درنا التحويل إلى كسور عشورية تفهمنا أم لا؟ تفهمنا هذا الدرس درناه في سلسلة الكسور ودرناه عاودناه أتمنى أن تفهموا مليح أغلب الأسئلة ساعات تمامنا المرجح هذا الأسئلة ديما تجيب شاهدة التسيزيز ماذا بيك تجيب هذا النقطة ليمدوها لك؟ هيا بالتوفيق نتلاقوا في الدرس القادم إن شاء الله متنسوش تتابعونا على قناتنا على اليوتيوب خطوة التعليمية وذلك بالضغط على الزر الأحمر اللي هو متابعة أبوني ولا سبسكرايب متنسوش تاني زيب تكريكي على هذا الجارس علاش؟ بينا بش أي حاجة نحطوها تمارين دروس انتحانات برامج نصائح تصلك في الحين أيا السلام عليكم طالوا في رواحكم